درس السادس أسر أو عائلات الحيوانية أو العائلات الحيوانية حيوانات صغيرة زي ما انت شايف لسه مولودة مع بعض بنسميها حديث الولادة لسه مولود جديد تبقى ماشي في الشارع كده يقولك ايه الدكتور الفلاني للأطفال حديث الولادة طيب واحد عنده اولاد كتير بنسميهم ايه الزرية النسل بتوعه واولاده احفاده غير دي زريته اسمها ايه يعني نسل او زرية الحيوانات المفترسة اكلت اللحوم الكائنات الحية بشكل عام اسمها في عندنا معناها كائنات غير حية زي الصخور وكده والرملة لكن دي كائنات حية طيب هتلاقي كل مجموعة من الحيوانات بتنتمي لفصيلة معينة الفصيلة او النوع اسمها البيئة اللي بيعيش فيها الحيوان اي ان كانت environment يبقى نقول من الاول leather new born of spring predators come on more leather new born of spring predators living organisms living organisms species species environment environment بعد كده عندنا كلمات تانية تعال نشوفها traits الصفات بص في الكلب ده هتلاقي لون الفرو بتاعه white هنا black يبقى كل واحد بيتميز بصفات وراثية بتنتقل عن طريق الاباء ليه بتختلف عن الاخر فالصفات اسمها traits 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 طيب لما نيجي ندقى في كل سماء من السمات الشخصية للحيوان هتلاقي مثلا الارنب rabbit is very fast turtle is very slow يبقى دي سمات تتسم بها بيتميز بيها الحيوان عن غيره السماء او القصائص دي اسمها characteristics كلمة طويلة شوية معلش بس نحاول نقولها characteristics 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 طيب كل واحد بيورث من باباه ومامته بعض الصفات يارث يعني ياخد صفات مثلا اللي بابا طويل بيطلع طويل زيه وهكذا يعني inherit inherit معناها يارث يعني بياخد صفات بابا وماما inherit inherit طيب long ears help a rabbit to survive الودان الطويلة وهنعرف كمان شوية ازاي للارنب بتخليه يتكيف مع المحيط فيقدر يعيش فيقدر يفضل على قيد الحياة survive 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 طب البقاء على قيد الحياة كاسم كنون survival survival يبقى هنا دي فعل بمعنى يبقى على قيد الحياة ودي الاسم منها يبقى دا الفيرب ودا النون survive survive survival يتكيف مع او يتأقلم مع البيئة المحيطة بي لازم الواحد يتكيف مع المكان المحيط بي مكان مفهوش مية يشرب مية قليلة وإلا لو شرب المية كلها بعد كده مش هيلاقي هيموت التكيف هو اللي بيخلي الواحد ي survive يخليه يفضل على قيد الحياة يتكيف او يتأقلم مع المكان اسمها adopt to adopt to يعني يتأقلم او يتكيف معه التأقلم نفسه كاسم كنون اسمه adaptation 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 يبقى احنا بنجيب الفعل ونجيب منه ايه المصدر بتاعه الاسم يعني نقول تاني traits معايا traits characteristics 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 inherit inherit survive survive survival survival adapt to adapt to احنا بنقولها تي واحدة adapt to adaptation 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 تمام عايزينهم كلهم كده في صفحة واحدة عشان نقولهم الان ليسيجاتيات سألوموني مساكيين هلوست هلغة و ضعية الواقعيين دنا سألوم hin Hod적인 bir周 تفضلي خديمي طريقة تفضلي طريقة فتحت الماء عايز دي تاني لاثنين دولة قرب من المايك يا أروى شوية اشتركوا في القناة تمام خلينا افلين المايك عشان نكمل بعد كده عندي اللي هي البيئات او المواطن الطبيعية للحيوان او النبات الارض العشبية الارض الرطبة الرطبة المبتلة دايما كده تلاقي في النجابات الاستوائية الارض أي منطقة كطبية سواء شمالي او جنوب اسمها الصحراء يلا وكده انتم قفلين ويت لاند دازرت افتح المايك انتم قفلين كده وقلوا ورايا نشوف دينا تمشي صحة ولا برضو يبقى فيه تأخير في الصوت جراس لاند جراس لاند ويت لاند ويت لاند كولر دازرت دازرت واحد بس اللي بيقول خديجة مكتش بتقول معنا ليه يعني مشابه لي يعني احنا قلت شرحناه قبل كده ان انا متشابه مع حد مثلا اخويا في الصفات كتيرة لكن عندنا اختلافات برضو جاي مني يعيش لمدة اطول يلا كده تحيا خديجة الماي طيب هنا بيقول لي البيئة او العالم الطبيعي كائن الحي معناها مميز او خاص اخدناها كتير في كل نكتب المنقر الطويل يعني السمات الاساسية او الصفات الاولية كي كاركتريستيك كي كاركتريستيك سيفر اكثر امان طبعا هتفهم معنا كل كلمة من دي بس في الشرح يعني سيفر اكثر امانا صيغة مقارنة من سيف هيلثير اكثر صحة برضو مقارنة من هيلثي الابت الواي لأي وضفت اي ار للمقارنة هارد صعب المناخي البارد هات ويذر الطاقس الحار عكسها يلا مع بعض كده امان احبان ب melodحaroة للمقارنة兰ة Werewolf هارد من THERE كاركتريستيك اكثر كاركتريستيك كاركتريستيك اتضرح اونا بعدين عندي كلمات تانية معناها فرو للتمويه يعني الفرو ده انا او الحاجة دي بتستخدمه علشان الاعداء ما يعرفوش ان هو موجود في المكان ده حياتي حيوانات كتير جدا تتميز بهذا الامر يبقى لون الفرو بتاعها لون الشجرات فالحيوان المفترس يبقى معد كده ما يشوفش ما يحسش بوجوده اصلا اسمه كامافلاشد فار كامافلاشد فار هورنز اللي هي القرون جمع هورن هورنز القرون لير اوف فات يعني طبقة اللير هي الطبقة لير اوف فات يعني طبقة من الدهن يعني تلاقي مسلا البطريق عنده طبقة من الدهن كده على جسمه عشان يعرف يعيش في المكان البرد ده هيت الحرارة هيت الاسم نفسه ميكس الخليط هي ممكن يجي منها فعلا ممكن هيت يسخن وميكس يخلط لكن احنا هنا نقصد الايه الناونز ميكس اوفر تايم مع مرور الوقت اوفر تايم يعني الاماكن المحيطة بينا احنا كل واحد بيحيط بيه حاجات معينة ساراوندنز ساراوندنز ليف ورقة الشجر ليف سيدز البذور ساوند الصوت والساوند ده صوت الشيء اما الفويس صوت البني ادم قريبا سريعا بعد وقت وصير معناها وادنين طوال نشوفهم في الربد كمان شوية يلا معايا الخليطة فر بعد كده جاب لدفينيشنز يعني ايه؟ انك تتأقلم مع المكان او تتكيف معاه انك تبتد تغير من سلوكياتك او طبيعة الجسم لكي تتناسب مع البيئة اللي انت فيها معايا؟ انت تتغير لتوائم او تناسب البيئة اللي انت بتعيش فيها ده معنى فهمت؟ هي الصفة الوراثية يعني السمة الاساسية التي يحملها او يمتلكها الكائن الحي زي ايه؟ زي الفرو التمويهي اللي بيموه بيه فبيغدع بيه المفترسين يبقى كل حيوان بيكون عنده تريت بيكون عنده صفة وراثية بياخدها من والديه ايه هي الصفة الوراثية دي بيقولك السمة الاساسية اللي موجودة في الكائن ده على سبيل المثال يعني زي الفرو فرو التمويه او المنقار الطويل يعني مثلا البجعة منقارها طويل جدا هل البجعة مثلا بانتهى هتبقى منقارها قصير لا هي بتاخد نفس الصفة الوراثية اللي اسمها تريت فهمنا معنى كلمة تريت؟ يعني ان يورث ان الانسان او الحيوان او النبات يورث دي للي بعده للاجيال بتاعته للزرية معايا ان الواحد يحصل على السمات دي من والديك فهمنا؟ يعني انت هتبص في المراية هتبص تلاقي مثلا بشريتك بيضة او غمقة شوية الشعر طويل المناخير مش عارف طويلة المناخير صغيرة الودان طويلة الودان صغيرة العين بني العين زرقة الصفات دي الواحد بيكتسبها من والديك انه ياخد السمات دي الاولية من والديك فهمنا؟ يعني يارث معناها ايه؟ المولدين كده صغيرين للحيوانات يعني عدد من الحيوانات اللي لسه مولودة مولودة من نفس الوالدين في نفس الوقت يعني مثلا عندنا قطة في البيت جابت اربع قطة صغيرين خلاص الاقول اربعة دولة بنقول عليهم بنقول عليهم ايه؟ يعني مجموعة من حيوانات كده صغيرة لسه بيبي مولودة من نفس الاب والام وتولدوا في نفس الوقت فهمت كلمة هما دولة هما دولة هنقول عليهم لانهم لسه مولدين يعني حديث الولاد حيوان رضيع صغير لسه يدوب مولود من شوية فهمنا؟ طيب احنا قلنا الزرية ممكن يكون طفله صغير كل دولة يعني قصد يقول لك مثلا طفل بن ادم رضيع او حيوان رضيع او نبات لسه منبت ده هو هو ده الزرية حاجة اللي هي كل ما هو قلد حديثا لباباه ومامته بنقول عليهم ايه؟ زرية يقول لك زريتي دولة ناس لي دولة من ناس لي معايا؟ أورجنيزم الكائن الحي انا عارف انه دارس عامل جهازها كل الطب بس ما عليش بقى نستحمل أورجنيزم الكائن الحي ألفين ثين كائن حي كل النباتات والحيوانات بنقول عليها برضو هذا اللفظ يعني أورجنيزم كائن حي سبيشيز الفصيلة او النوع الفصائل او الانواع مجموعة من الحيوانات او النباتات متشابهة جدا مع بعض وتتشارك مع بعضها في نفس السمات او الخصائص ده العربي نفسه العربي نفسه عايز شرطه وهي يعني يبقى الفصائل هي مجموعة من الحيوانات او النباتات متشابهة مع بعضها في نفس الخصائص فكل فصيلة متشابهة مع بعض بنطلق عليها ده سبيشيز الفصائل زي فصيلة الساديات مثلا وهكذا ان تبقى على قيد الحياة متنقلنا معناها ايه البقاء على قيد الحياة انك تفضل عايش في العالم الطبيعي ممكن يكون صعب على الكثير من النباتات زي الديناصرات كده الديناصرات معرفش تتأقلم وتتكيف مع الطبيعة فانقارضت كلها وهكذا جميع الحيوانات والنباتات اللي انقارضت معرفتش تعمل ادابتيشن معرفتش تعمل التكيف فماتت يبقى لو انت لو الحيوان ده او النبات شاطر في انه هو يعمل سيرفايفل هيفضل عايش كل ما يكون شاطر في الادابتيشن في التأقلم كل ما يفضل سيرفايفل ويفضل سيرفايف على قيد الحياة السمات بقى احنا ملا نقول من بدري ايه هي يعني صفات خاصة بتخلي الكائن الحي ده مميز او مختلف عن الاخرين يعني احنا عدنا الارانب ودنها طويلة طب طول ودن الارانب ده نقول عليه نقول عليه يعني سمات شخصية سمات اولية يبقى هي طول الودن عند الارنب ده عبارة عن ايه عبارة عن special traits يعني صفات مميزة بتخليه مختلف عن باقي الحيوانات ده التعريف لكل اسم بعد كده تصريفات الافعال يعني يارث ورثة وهكذا معناها يصطوب احنا قلنا معناها تكيف يتأقلم يفضل بارد يفضل عايش يظل على قيد الحياة دايما في الافعال المنتظم هتلاقي التاني زي التالي احنا خلينا نقول اول اتنيه يتناسب تمام زي ما قلناها يتناسب مع البيئة يمرر ينتج ممكن تلفع ينتج وينفع يتطور يعكس يشبه معناها يشبه مش معناها يحب يعني او ينظر لا على بعضها يشبه بعد كده بيقول لي يفضل يفضل على قيد الحياة بيتحرك يشارك بيغير اللون نروح على الافعال اليريغولر بيكبر يأتي من يفضل دافي بيأكل يصبح يتحول يصطاد يسمع كويس هايد يستخبع يختبع get older got got come from came from خلي بقنا التصريف الثالث زي الاول come came keep warm kept kept warm eat eat eaten become became become برضو التصريف الثالث زي الاول become وهنا become catch caught caught hear heard heard well hide hid hidden ندخل بقى في الدرس ويعني ايه صفوه لدماغكم كده وركزوا معايا animal families العائلات عائلات الحيوانية look at this letter بص كده على الاخوات دولة of newborn rabbits لقرانب لسة مولودة they look very different from their parents لو انت بصيت لباباهم وممتهم هتلاقيهم مختلفين جدا عنهم شكلهم متغير but soon ولكن بعد شوية قليلين their eyes will open يعنيهم هتفتح and their fur will grow هيطلع as they get older لما يكبروا the rabbits in a letter will look similar to each other هتلاحظ ان كلهم هيبقوا شبه بعض الاخوات دول هيكونوا ايه شبه بعض but not identical لكن مش هيكونوا متطبقين تماما هتعرف تفرق ما بينهم يعني هيكونوا متشابهين في صفات كتيرة جدا the offspring have inherited some traits from their mother and some traits from their father يعني الزرية دول هنقول عليهم الزرية have inherited some traits يعني تمت ان هي تورست صفات من ممتها ومن باباها خلاص ورست صفات من باباها وممتها they may have the same fair color ممكن يكون لهم نفس الفرو بتاعهم as their mother زي مامتهم يعني مثلا مامة الارنب دي لو فروها ابيض ممكن يطلعوا فروهم ابيض زي مامتهم or their father لو باباهم الارنب ده فرو بتاعه رمادي ممكن كلهم يطلعوا لونهم رمادي or a mix of the two او خليط ما بين الاثنين تلاقي واحد منهم ابيض والتاني رمادي او ممكن تلاقي واحد هو هو ابيض في رماد مع بعض يبقى هو بيكتسب الصفات الورثية دي من الاب ومن الام فهمنا معنى الكلام look at this letter of newborn rabbits they look very different from their parents but soon their eyes will open and their fur will grow as they get older the rabbits in a letter will look similar to each other but not identical the offspring have inherited some traits from their mother and some traits from their father بيغبص صفات من ممتهم وصفات من باباهم they may have the same fair color as their mother or their father or a mix of the two كلام جميل soon انا عايزك تنسى العربي علشان ان انت لو ركزت في عربي مش هتفهم حاجة مش هتحفظ كلمات كمان يعني هتبقى عندك مشكلة في الاتنين فخلينا في الانجلش عشان نفهم كل كلمة سون سريعا سريعا ودنهم هتبتدي ايه تنمو وهيبقى عندهم ودن طويلة بيقولك لأ دي ادي جملة لوحدة يعني الودن الطويلة هي سمة شخص سمة اساسية للارانب معايا اي يقرب في الدنيا هتلاقوا ودنه طويلة تمام تلاقي وراء واحد كده ودنه طويلة الاولاد تتاري عليه في الفصل وتقوله انت عامل زي الارانب مع انه غلط يعني انه تنمر على حد خلط ربنا بس انا بقولك يعني عشان تفتكرها بكده الودان الطويلة السمة اساسية من صفات الارانب طب ليه ربنا خلقهم كده وعندهم ودان طويلة اكيد فيها حكمة طبعا الارانب عندها مفترسين كتير اعداها كتير اللي عايز يقولها كتير ويتغز عليها الودان الطويلة بتساعد الارانب انها تسمع كويس زي الفينيك فوكس كده ودانهم بتتحرك عامل زي الرادار كده اول ما الصوت لو خبطت خطة كده جانب الارانب وانت ناحية الشمال ودانه على طول تتحرك ناحية الشمال اوتوماتيك من غير هو ما يقصد ده حاجة ربانية فيه فيعرف ان انت موجود في الناحية الشمال فيهرب ناحية ايه اليمين فهم فيعرف على طول الصوت جاي منين تبقى لحركة ودنه الودان الطويلة بتساعد الارانب انه هو يفضل بارد جسمه بارد كده انهات وذر في الطاقس ايه في الطاقس الحارب يعني ايه بيطلع بيطلع حرارة جسمه من ودانه ده المكيف بتاعه يعني المكيف طبيعي او تخليه كمان دافي في الطاقس ايه البارد يعني هو بيتحكم في ودنه انه هو ما يطلعش بحرارة لما يكون الجو بارد فيفضل جسمه دافي فهمنا لذلك الودان الطويلة مهمة جدا لبقاء الارانب على قيد الحياة لانت لو شلت ودنه دي اي حد معده هيكله عادي يعني هيموت الارانب اللي ودانها اطول طبعا كل ما ودنه طولد كل ما خصائص اللي احنا قلناها دي بتزيد عنده فيفضل في امان ويفضل بصحة ايه نجيدة واللي عندهم ودان اطول بيعيشوا اطول وبيكون عندهم زرية اكتر صح؟ بيكون عندهم اولاد كتير الصفة دي للزرية بتاعتهم وخلاص الارانب تكيفت ان يكون عندها الودن الطويلة فهمنا؟ مش هنقروها تاني علشان طويلة جدا كل الكائنات الحية يجب عليها ان تتأقلم للبيئة الطبيعية بتاعتها المفروض يشيلوا هافتو يخلها مست لان مست بنستخدمها مع الحاجات اللي هي فيها خطورة انت لو ما تأقلمتش كحيوان هتموت يبقى لديها الصفات الاساسية الخاصة السمات الخاصة بيها وهي تتصرف في طرق علشان تفضل على قيد الحياة يلا بينا نحل التدريبات ونبدأ كده بخديجة خضالي في جزئية تحبوا نعيدها قبل ما نبدأ شر ونبدأ حل التدريبات حد عايز يعيد جزئية معينة او حاجة خضالي خديجة اخترت ايه بصي احنا هنا بنقول سيرفايف احنا قلنا سيرفايف معناها ايه ايه كنت هنقشر فيهم واحدة واحدة بس ماشي اوكي تمام يبقى كل الكائنات الحية لازم تتكيف تتأقلم مع البيئة بتاعتها اروح هتكمل لنا بقى ساعتها في ايه بقى السمات الاساسية بتاعتها براوه انها تفضل على قيد ايه الحياة داخلت معنا ايتن طي اقلامة ان يكونوا دانها طويلة بعض الحشرات سواني واحنا سيبنا جزئية ولا ايه لا 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 سواني سواني الجزئي دي ما تقريتش اصدار دي واحدة لما بجيب اربع صفحات مع بعض ممكن يكونوا عندنا صفحة ولا حاجة سواني كده اه في صفحة ما اتقاليت شايت تمام نقول الصفحة دي وبعدين نكمل نقول الصفحة دي علشان نعرف نحالي الاسئلة نافل المايك هي حاجات بسيطة يعني حاجات بسيطة نافل المايك طبقة من الدهن او عشان تخلي دفيان كده ان كل في المناخ البارد اللي انت شايفه ده تلجه له لا الطبقة الدهنية دي عيموت بص كده على الحيوان ده 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 حيوان ده مش حشرة اهو زي ما انت شايف مش انه هو ورقة شجر هذا الحيوان تأقلم ان يكون شكله زي ورقة شجر بص ضبط علشان الحيوانات التانية ما تكلهوش حيوانات اللي بتاكل الحشرات هتشوف يقولك يا عم ده ورقة شجر فمش هتاكل نبص هنا هنلاقي يقدر ياكل بزور كتيرة مختلفة انا مش شايف من ار كبير ولا حاجة من ار عادي يعني نبص هنا هنلاقي قرون طويلة جدا عند قرون طويلة بيبقى لونها ابيض في الصيف علشان تعكس حرارة الشمس يعني فالشمس تنزل هتعكس الحرارة فهو نفسه يفضل بعيد عن درجة الحرارة دي وبيكون لون هارومودي فين في الشتاء علشان هو يفضل دافيان فبيحتفظ بايه تعارف اللون الغامق بيمتص درجة الحرارة واللون الفاتح بيعكسها لذلك في الصيف الناس بتدور على الملابس الفتحة وفي الشتاء الناس بتحب تلبس الملابس الغامقة هو عنده القصة دي ربنا خلقها له طبيعي في القرون بتاعته تمام تمام؟ الطائر ده على ما اعتقدنا ده البطاريق ينزل مية تحت خالص علشان يصيد السمك الحيوان البحر اللي انت شايفه المخلوق العجيب ده يعني يقدر يغير اللون بتاعه على حسب البيئة المحيطة بيه لو البيئة المحيطة بيه لونها اصفر يقلب عامل زي الكاميليون زي الحرباية كده علشان كده يقدر يستخبه من الفرائس اللي عايزة تصيده الحيوانات المفترسة الحيوانات المفترسة مش فرائس فرائس الحاجة اللي بتتاكي ويقدر كمان انه هو ياخد الطعام بتاعه طول ما هو يعني يعني بيلعب عن ناحيتين يستخبه من اللي هيكله وفي نفس الوقت يقدر يأكل الحيوانات اللي بتغزى عليها من غير ما تاخد بالها اللي هو موجود طيب نرجع ليه التدريبات بتاعتنا خلينا على صفحتين بلاش قصة اربعة دي عشان ايه بنفوت يلا مين كان معايا اعتقد ايتل ايه احنا قلنا احنا قلنا ارجانيزمس هنا وسيرفايف هنا ها يعني تكيفت ان تبدو كأنها ورقة شجر نرجع لخديجة خليكو حافظين الادوار خديجة اروى يلا فضل معلش خديجة معلش ناسة في المقاطعة ها مش عايزينها بحاجة نخلينا اتناع لدي نخليها صفحة واحدة ونكبرها كده افضل اتفضل لخديجة معلش ناسة في المقاطعة ها بيت الزرية بعض الصفات بعض الصفات من اتناع لدينا اتناع لدينا اتناع لخديجة معلش اتناع لكي قوي صوتي They may have the same fur color as their mother or their father or a mix of two All the two Rabbits with longer ears could live for longer and have more A تعيش أطول ويكون عندها إيه أكتر ها؟ هيكون عندها live ولا عندها letters لما تعيش أكتر هيكون عندها إيه؟ letters أبناء أكتر زرية أكتر يلا خديقة تفضلي animals and plants have to adapt to their environment أروه Our cat had ها؟ ينيك كيتن بس كيتنز اللي هي القطة الصغيرة بس جمع قطة صغيرة القطة الصغيرة كيتن والقطة الكبيرة كات Our cat had a letter of six kittens تمام؟ يعني عندها آآ ست قطة لسه مولودين أخوات تمام؟ يلا طب واحد يقول لي طب احنا مختبرناش off spring ليه؟ لا off spring تطلق على كل اللي ولدتهم سواء كانوا حديث الولادة أو كبروا فاحنا طبعا هنقول ايه؟ كان عندها يعني كان عندها أولاد صغيرين كلهم اتولدوا في نفس الوقت ده معنى الجملة اللي عليه الدور من؟ item 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 راحت فين؟ item نا يا مستوى ايه مش بترد ليه؟ كنت بس بستوى اكي كاركتوريستيك ول اكي assistir ان اكتبوس ازا تتكان تشين ال調 اه سير لا ثانية اكتر كاركتوريستي سي تمام تمام دائما بالكالمات قصوصا لكالمات اللى جايبا من اللغة اليونانية يعني مش من الاصل اللغة بتبقى زي ميكانيك وتكنولوجيا. تمام? يعني الصفة الاساسية للاختبوط هو انه يقدر يغير اللون بتاعه. ده معنى الكلام. يلا خدمي. يلا يا اروى. يلا يا اروى. there are two organisms ولا species of camels. camels with one hum and camels with two hums. يعني في جمال بسنمة واحدة وجمال بسنمتين. يبقى قول عليهم اين? two organisms ولا two species? two species. يعني فاصيلتين او نوعين من الجمال. احنا نسينا واخدنا عشر دقيق من السيشن التاني. طب يلا نطلع ونبقى ناخد التاني عشرين دقيقة بس. يلا. هنا بيقول لي. خدي ادخل دي. having long ears is a key characteristic of a rabbit. rabbits have lots of predators bigger animals that hunt and eat them. the long ears help rabbits to hear well. بريدة هورش. لا تقفل المايك وقول اللي انت عايزين. تمام? بس انا انا فاتح المايك على فكرة مش انا مش كطارة علشان بوضع الحاس. their ears can move so the rabbit knows where a sound is coming from على فكرة انتو بتبصوا في الاسئلة وانا طب انا انا بقرأ الدرس المين يعني اللي فاتح المايك ايا كان انا مش عارف مين هو. بس انا انا بعيد الدرس بالانجلش بس علشان عايزك تفهم انجلش بس. وإلا طب يلا تحل السئلة على طول. the long ears also help the rabbits stay cool in hot weather or keep warm in cold weather. so long ears are very important for a rabbit's survival. over time rabbits with longer ears become safer and healthier. they could live for longer and have more letters. they pass the street to their offspring and rabbits adapt to have long ears. يلا بالترتيب كده نبتدي نحل السؤال الاول. having long a is a key characteristic of a rabbit. ها يا خديجة. having long ears. تمام. أروح. rabbits have lots of a. عندها الكثير من ايه. ازاي الودان الطويلة بتساعد الاراني بفنات تسمع كويس. سؤال ده ليك ايه. وموجود في القطعة مشان نشتري من بره. ام. اتوقع ان انت يا عاية اللي كنت فتح الماء. عشان كده مش مركزها في الاجابة فاني حتى في الفقر. ده انا هبتتحرك علشان كده بتعرف الصوت جاي منين. ادي يا ستة الطريقة اللي هي بتعملها. الدور على خديجة. بتمرر ايه للزرية بتاعتها الاراني دي. اه بتمرر ايه للزرية بتاعتها. بتنقل يعني ايه للزرية بتاعتها ده معنى الكلام. نبص كده في الفقرة وندور انا وانت مع بعض. يلا دوروا معنا يا شباب. ما يا بنات. بنات؟ ذا PAED This train to their offspring and rabbits adapt to have long ears. تبصتوا بهذه الطريقة طبعها ايه. انا نخلى ديت مش هي اللي احنا عايزينها. نخلى ديت مش هي اللي احنا عايزينها. تبصتوا بهذه الطريقة طبعها عايزة ترات، ما هو ديت مان فراته؟ كتب في جملة الوحدة. هنخليها الصفات الوراسية بتاعتها. خب هوا السؤال كان ايه معلش برضو انا عايز اجابها دقيقة عشان ابقى فاهمين. صفة طول الاوذن عشان تبقى الجملة يعني على بعضها كده كامل تمام? مين اخر واحد معنا كان خديجة صح? اروح. نركز كده في الجملة ونحاول ايه? نرتبها صح? ايوة. اجابها صحيح. لو استاذة متشبه في جملة و ؟ ايه موتى تام ه المات ال موتان راب موتى تام ونبي حاتم صاحب insp vision。」 رابت بنводى عادثوب كده كدا يا رابت الموتى. độ قضية ق determined chance لا يمكن ان ابتكم قل عشان ايه puisquن اختبئى حدث adapt it to have long ears. أوكي. أستاذة خديجة. adapt to their organisms environment to all have to. مم. Yes MR. بضال. All organisms adopt to their have to El environment. آه كده صح. يبقى كل الكائنات الحية يجب عليها ان تتاقلم تتكايف للبيئة بتاعتك. يلا استاذ اروح. بيقول لي بمشي سبيشيز معناها فصائل او انواع. يبقى كل فصائل الحيوانات. ها? ها في عندنا سواني 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 في عندنا يبقى مدام في او. كل فصائل الحيوانات نقولها تاني. كنا بنقول ايه? يبقى كل فصائل الحيوانات لديها سمات اساسية. تمام? دي كانت مين اللي اربع ولا اي تنين? شكرا جدا على المشاهدة. ما تنساش لايك للفيديو وتشير على مواقع التواصل الاجتماعي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. تحياتي ليكم. ياسر الكلاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة وبركاته.